زيارة وفد حماس إلى موسكو في ظل توتر العلاقات الروسية الإسرائيلية محور ننقشه مع ضيفنا من غزة إبراهيم حبيب أستاذ الدراسات الاستراتيجية والإقليمية أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم إذن لنبدأ بداية بالحديث عن ما قد تحمله هذه الزيارة ليس فقط من ملفات وإنما عندما نتحدث عن النتائج المتأتية والمأمولة يعني في اعتقادي أن هذه الزيارة تأتي في وقت مهم للطرفين لموسكو التي رحبت بوفد حماس لزيارتها في هذا التوقيت واستجابة حماس السريعة لهذه الزيارة بوفد رفيع المستوى من المكتب التنفيذي للحركة هذه الزيارة تحمل رسائل مزدوجة من الطرفين لإسرائيل حماس تريد تعزيز أوراق قوتها من خلال الموقف الروسي وهذا قد يكون سياسيا وعسكريا أيضا وموسكو تريد إيصار رسالة لإسرائيل ألا تعبث في الأراضي الأوكرانية سياسيا وعسكريا أيضا وبالتالي هذه الرسالة تصل إلى إسرائيل وستكون مزعجة لها كثيرا في هذا التوقيت لذلك أعتقد أن الطرفين معنيان بشكل جدي بهذه الزيارة وسيكونان بشكل جدي يسعيان إلى تحقيق نتائج إيجابية تظهر للعنى عما قريب نعم كيف بالإمكان أن نصف العلاقة بين روسيا والحركة الآن تحدث عن علاقة مختلفة وحيتيات مختلفة خاصة في ظل هذا التوقيت والظروف الأخيرة وتوتر العلاقات بين روسيا وإسرائيل كما تفضلت بالإشارة ولكن على مدى السنوات السابقة عندما لم تتشابه الظروف كما هي الآن يعني روسيا حافظت على علاقات متوازنة مع الأطراف الفلسطينية وسعت مسبقا للدخول في ملف المصالحة الفلسطينية وكانت جزءا من الرباعية الدولية لكن لم تكن فاعلة بعد فترة عندما دخلت بالمفاوضات حول المصالحة الفلسطينية لعبت دورا مهما وكان لها توجه وحدة ومهم في هذا الإطار لذلك حاولت أن تقترب من أطراف الفلسطينية بكل أشكالها وعلى رأسهم حركتي فتح وحماس ومن هنا بدأت العلاقة بشكل جدي بعد الانتخابات وتعززت العلاقة في تلك المراحل وأصبح لحماس ممثل في موسكو لكن الآن تأخذ العلاقة منعطفا كبيرا نتيجة للمتغيرات التي تتعرض لها الدولة الروسية بحسب ما يجري في أوكرانيا ومحاولة الغرب وضع دولة مشابهة لإسرائيل أمام روسيا لاحتوائها عسكريا وإمبراطوريا وهو ما ترفضه موسكو وربما ترى موسكو أن هناك دورا ما لليهود في هذا الأمر لذلك بدأت تتصاعد التصريحات الروسية ضد اليهود وضد إسرائيل في أكثر من ملف وموسكو بدورها تحاول استثمار كل الأوراق التي يمكن من خلالها أن تضغط على إسرائيل دون أن تصل إلى مرحلة من تطور العلاقة نحو الأسوأ لذلك أعتقد أنه دعوتها لوفد حماس في هذا التوقيت وإجراء حوارات مهمة مع قيادات في وزاة الخارجية الروسية وربما يكون هناك لقاء مع وزير الخارجية أيضا وكذلك مع الرئيس الشيشاني محمد قديروف هذه كلها أمور تحمل دلالات لها ما بعدها خلال المرحلة القادمة نعم لنتحدث عن بعد آخر فيما يتعلق بالثقل لهذه العلاقة وهذا التحرك ما بين الحركة وما بين روسيا فلدائما عندما ننظر إلى المجتمع الدولي أو إذا ما أردنا أن نوجه العدسة دوليا الولايات المتحدة تأتي إلى جانب إسرائيل وقوات الاحتلال من جانب آخر يأتي هذا القطب الروسي الذي أيضا يحتد مقابل الولايات المتحدة فكيف من شأن ذلك أن يلعب بهذا المشهد أو يضيف بعدا وتأثيرا مختلفا يعني روسيا تدرك تماما أن حركة حماس أصبحت هي الممثل أوفر تمثيلا للشعب الفلسطيني وما تمتلكه من قوة ميدانية على الأرض يؤهلها أن تلعب دورا ولا يمكن لأي قوة عالمية تريد أن تلعب دورا في القضية الفلسطينية أن تتجاوز حماس والمقاومة بشكل عام والتي تتزعمها حماس لذلك روسيا تدرك هذا الأمر جيدا وتحاول استثماره منذ فوز حماس في الانتخابات عام 2006 وحتى اليوم وهي ترى حماس تتقدم لذلك أعتقد أن روسيا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال توازن الردع الموجود في المنطقة بين القوتين الولايات المتحدة كما أشرت تدعم إسرائيل بكل ما أتيت من قوة وتتهم حماس بالإرهاب وتضعها على قوائم الإرهاب في المقابل روسيا تفتح مكتب تمثيل لحماس وتتعامل مع حماس وتتواصل حماس حتى مع وزير الخارجية الروسي وفي ظل التوتر القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول ما يجري في أوكرانيا أعتقد أن هذه العلاقة قد تشهد تطورا أكثر مما هي عليه وهو أمر يزعج إسرائيل ويزعج الولايات المتحدة بكل تأكيد ماذا يأتي ما بعد الإزعاج هنا سيدي؟ سيد إبراهيم عندما نتحدث عن أن هذه الزيرة قد ترسل رسالة هذه الرسالة من شأنها أن تزعج إسرائيل ولكن أبعد من ذلك مدى التدخل أشرت أيضا إلى السياسي والعسكري من جانب روسيا ولكن هذا ينعكس إلى إسرائيل فهل من شأنه أن يردعها على الأقل في انتهاكاتها الحالية خاصة فيما يتعلق بالقدس والمقدسات والأقصى تحديدا يعني خلونا نكون أكثر دقة في هذا الموضوع روسيا تريد بعلاقتها مع حماس أي الضغط على إسرائيل في أكثر من ملف في ملف سوريا على وجه التحديد والملف الفلسطيني لذلك هي تريد من حماس أن تشكل ضغطا أكثر على إسرائيل في محاولة لاحتواء الموقف الإسرائيلي أن لا يتطور إلى مواقف خارجية وأن لا يكون أداء بيد الغرب تريد أن تحافظ على وسطية إسرائيل وأن لا تنزح نحو الغرب بشكل أساسي لكن أعتقد أن هذا المصار صعب على إسرائيل إذا انزحت إسرائيل بشكل كلي في عدائها لروسيا مع الغرب أعتقد أن روسيا ستقدم دعما عسكريا ودعما ماليا ودعما سياسيا لحماس مقابل الموقف الإسرائيلي حتى تكون أكثر ضغطا على أعدائها الأمر أنا لا أقول أن إسرائيل هل قيت عدوة في هذا الوقت عدو لروسيا لكن هذا الأمر قد يتطور مع الوقت في ظل الأحداث المتسارعة والجارية في الميدان في أوكرانيا شكرا جزيلا لك أستاذ الدراسات الاستراتيجية والإقليمية إبراهيم حبيب كنت معنا من غزة ترجمة نانسي قنقر